سيد حسن بنادي أنتم كأول مؤسس الحزب الأصل والمعصرة وأمين عام سابق الحزب الأصل والمعصرة يعيشوا وضعية خاصة حاليا نريد أن توضح للمشاهد بأهدى الحالة الحزب الآن يجتاز واحد المحطة يمكن اللي نقول حاسمة بالنسبة للتطور ديله حاسمة وصفتها الصحفة بأزمة كاللي يوصفها بتصدق كاللي كيقول لك بأنه ورانتهى كاللي كيقول احنا كان عارفوها تشي ديل التعاليق غالبا التعاليق تتعبر غير أما على متمنية ديل البعض أو لمخاوف ديل البعض مع ذلك مشينا الحمد لله وأصمد الحزب وأحقق نتائج وصار الآن من بعد 11 سنة من الأحزاب اللي كتشغل الرأي العام الوطني وكتابع بجد والناس كلهم اللي جديين كيتابعوا ما يجري في الأصارة والمعاصرة ما يجري الآن في الحزب باش نفهموه بسرعة هو أننا خرجنا من المرحلة ودخلنا في مرحلة أخرى باش نسهلوا على عضياتنا خرجنا واحد المرحلة اللي تميزت بالفترات الانتخابات واللي قادها الأمير العام السابق بالأسلوب دياله وبالتجربة دياله وبما لا هو ما عليه ودخلنا في تجربة أخرى اللي تغير فيها الأمير العام ما تغيرتش أمور كثيرة في الحزب ولكن تغير الأمير العام كما كيقولوا الفرنسيين الأمير العام السابق كان عنده أسلوب وهذا عنده أسلوب التهوة اللي كان لحظه هو أنه بحل أنتقنا من واحد المرحلة اللي كانت فيها واحد الكبت دياله كل إمكانية التعبير لا عند المناظلين ولا أعضاء المكتب السياسي ولا المنتخبين ولا كل شي ما كانش كيقدر يعبر على الرأي دياله لما تزنى المرحلة أخرى اللي كان أسلوب آخر كل شيء اللي كيدوي في نفس الوقت هذا طبعا ما كيهم شي غير التطورات اللي وقعت في الأسرة والمعاصرة وليك اللي ما كينتابهوش لهالناس هي التطورات المحيطة بنا اللي هي مفرضة على الجميع لأنه دخلنا في واحد المرحلة اللي كيصعب عليه كتفرض على الناس ما يعبروش على آراءهم غير التطور التكنولوجي اللي كان كيجعل من كل واحد الآن كيصبح كيصور رسوه كيدير فيديو كيعبره كيعبر على رأيو وعنده بباش فيسبوك وتيقول هاد المناخ الجديد جعل بأنه حزب الأسرة والمعاصرة اللي كانت مكبوتة فيه بعض التناقضات تفجر هادشي فبالنسبة لي نحنا كمؤسسين معا واحد من مجموعة أربعة الإخوان أخرين اللي ومسي مصطفى باكوليو سيبيا دي لا والسيب الحموز تي علي باللحاج كنباقي هنا كانت شوفوه عمرنا ما قطعنا الصلة بالحزب وهدي ما زال أسرة والمعاصرة حتى اللي ما بقاش كيتحمل المسؤولية ما كيقطعش كاللخضو بأنه في هاد الجو جديد في الحزب الأمور في بعض الأحيان بدت كتنفالت كتنفالت لأنه ما بقتش تحترام المؤسسات على رأسها الأمير العام وقعت واحد الأزمات اللي وصلت حتى العنف إلى آخره فأمام هاد الشي طرحنا على رأسنا احنا عام واحد السؤال قلنا واش احنا مسؤولين ولا نغسله يدينا على هادشي احنا بخمسة وما طولناش النقاش كتير قلنا هادي مسؤوليتنا الأخلاقية هاد المشروع سامنا فيه بنينا نجاوبوا على السؤال اللي طرحنا نهارله واش كنا مغصيبين واش كانت عندنا شي مصلحة شخصية ولا كان هادشي لبلادنا قلنا احنا درنا شي من أجل المصلحة للبلاد إذا بالتالي رغم أننا الآن متى نتحملوش المسؤولية المباشرة علينا واحد الواجب أخلاقي باش انتدخله فعملنا واحد النداء بسيط من نداء المسؤولية قلنا لك الحزب الآن فيه شي مشاكل وكتفلت للناس راهي لا رجعوا كل واحد يستشعر المسؤولية دياله راهي ممكن هذك النقاش والو الحيدة دياله والأخطاء والأخطاء المتبادلة راهي ممكن لها في إطار المسؤولية يمكن لها تطوق كما قلت أنا واحد من أراض حزب الأنصارة المعصارة شبهته بحال بحال ديك سفينا وهذا شي كان استعروم من واحد المفكير مراكشي الله أرحمو السير بالموقت كانت يعيش في بداية الخرن الماضي كتب واحد واحد الكتاب طريف جدا اسمه أهل السفينة وترجمة الفرنسية لجون دينافير دار واحد شي بأسطورة ديال الناس اللي يركبوه في واحد السفينة وكيوصف الحالة دياله وبالنسبة لي هو ديك ساعد السفينة هي المغرب وكيشوف الحالة ديك ساعد دخلات الحماية وكيشوف الحالة دي المجتمع المغربي فبنفس الفكرة كنشوف وانا البطم بحال هذه السفينة اللي مشات طلعوا فيها الناس حتى تعرفوا فين غادية قلت لهم أنا دي السفينة اسمي الأسرة والمعاصرة بغيت نمشي بالمغرب من هذا الوضع دياله الواحد المغرب الديموقراطي حاداتي وجاوا ركبوه دوك الناس تقع باع المختلف حينما كالناس نقلبوهم في الباب تقول الكبوه فيهم فيهم اللي جابه شي بشي بالفعل هذك شي اللي قلناه وفيهم اللي جابه شي قضي مقارب أخرى وهذا طبيعي في عمل البشر حتى الهجرة النبوية كان في هاد شي ونبي تكلم عليها كل واحد هاد زواعة هي طبيعية انا اجي انا نقول لك المركبوه هاد الناس في السفينة اش اللي وقع السفينة للطم بحال دخلوا واحد جماعة القراصينة ودخلوا لكا بنت بيلوتاج وصطروا على كل شي وشدوها هما ولا ودخل السفينة ما عارفينش الناس يقلبوها فين غادية قلت واحد نهار صباحات بحال سفينة سكرانة بالفرنسية الناس ما عارفيناش كان الناس اللي تقلبوا بغوا يتلحوا كان الناس اللي تقلبوا بغوا يتلحوا كان الناواغير توقفش محطة وينزلوا فاحنا قلنا اماما دي تورنمول قرصانة عبرت على هاد شي من قبل في البريس قلت تمت قرصانات السفينة فالان في هاد الظرفية هادي لما شفنا احنا هاد الصراع وهاد التفاعل اللي وقع قلنا هادي مرحلة ايجابية على اسمته والان الى كان شي نداء ديال المسئولية راه يمكن لنا يمكن لنا نحولوا رجعوا الاتجاه تسفينة نحول وجهة الحقيقية ديالها وبالفعل قلت ليك تمت التجاوب مع هاداك النداء المسئولية بستطناء بعض الناس وهنا فاش كان مفيد هاد الشي هاد الناس اللي خرجوه لما كانت سافينة في عديك الوضعية ديالها اش كتشفناه الناس اللي ارد ترد فعل عنيف ضد هاداك المبادرات ديالنا اش قال واحد منهم قالوا معام تشاورو عاد الناس تذارو عاد النداء قالوا معام تشاورو لا شي واحد اكتر من هاداك اللي قالسين في ديورنا هادا قال معام تشاورو احنا ما قالسينش في ديورنا احنا كانت لقى ولينا ما تلقيناش في ديورنا بعدها اطلقينا في واحد الماحل ماكين علش نقول اشنا هو اطلقينا في واحد الماحل واتذكرنا واتفقنا باش ندير ونكتبو ذاك النداء واللي بغي يقرأ بتاع اني غادي يشوف اش تانقوله احنا كان جاوبوا على السئلة اللي متروحة على المشاهد الحزبي كله في بلدنا تانقوله المسئولية يعني ربط المسئولية بالمحاسبة والمسئولية ما تيمكن لا تجسد الا في اطار حزبي كتضبط قوانين ومؤسسات الاحزاب يلا بغي ندير بالحادثة الحادثة تحددها الاحتكام المؤسسة اي بمعنى ان الحرية ستكون مقننة مقننة لكتضبطها المؤسسة ولا كرجعوا للغابة اش اللي كان واقع في الازمة كانوا شي ناس اللي يظنوا بانه متربصين تقولوا بانه الان الحزب الصباح بحال شي حاجة طايبة بحال شي تفحن جات غادة تطح بوحدة وحا نقطفوها بلا ما نقطفوها غادي نحن نهزوها من الارض هادوك الناس كانوا دينا هاد الحساب داك ما فهمتش في اللوله نايت سحب الياه غادي يصفقوا علينا ولكن اللي كانت ردت فيها العنيفة قلت هاد الناس هادو ايدا شي حاجة ازعجتهم بتطرعت السؤال اش اللي يزعجهم فاذا ببعض اليامات يطلعوا بمداء المستقبل هنا المستقبل شي رائع لانه ليش احنا بغينا المسئولية والمؤسسات والتنظيم الحزب كعنا عرضرنا قالوا باش تنتوجهوا للمغرب القادم المغرب اللي جاي ديال الشباب ديال انا عمرني تتكلمت في الباب ومدويتش على المشكلات الشباب والاخوان كلهم البعض فيهم دا باللي ناشتين كنت انا من الناس اللي مش اوضروا الاف الكيلومترات باش نجبدوهم باش جابوهم فاذا قلت هادا كلام صحيح ولكن في بعض الاحيان يرادوا به باطل فما هو الباطل خلف هذا الباطل بلية والصورة دياله مشوهة لحد الان الباطل بلية الصورة قلت لك دياله مشوهة كان الناس اللي اعتقدوا بانه هاد الوضعية اللي كيتخبط فيها البام هي فرصة سانحة لبعض فيهم باش يدعيها ودي دير سطو جديد على الحزب لكي يحتمي به ولكي يدخل في صفقات جديدة كان الناس اللي بغاو يديروا بالبام صفقات القرن بحال هاداك شلي بغاو يديرونا في الشرق الأوسط بغاو يديروها في المغرب الداخلية صفقات القرن هو انه ناس هاد الناس يقولوا وقيل لي هذا يقول لك بانه هاداك الخط اللي مشينا فيه في اللول مع المؤسسين اللولين كنا غاو على خطأ ما خصناش نديرو خط أحمر مع الإسلام السياسي والكنية يدعون انه عندهم أغلبية لا باللات يخلينا هاداك نجيو الأغلبية والأقلية هاد الناس فأفنهم هو بعدها هذا القضية هاداك شنو المعنى ماذا تعني اسفقات القرن انهو كنا على خطأ والان غادي ندخلو ونفتحو القنوات مع هاد الناس اعلاش تيدروا هاد الشي كان اللي لأسباب صغيورة انتهازية محضة كي يظن راسو خصوية هاداك كانت تكون عنده بلاصة معاهم في الحكومة وكي يظن بأنه الى دار معهم هاد الصفقة سيحمين نفسه من أشياء هم أدرابيها كتر مني أنا لأنه ما عنديش الوسائل باش نعرفها ولكن فهمت بأنه كانت أشياء تحركهم وقيل لي هذا الكلام قيل لي بأنه يجب أن نراجع عرضنا السياسي في الأيام القادمة فأنا فهمت بأن هذه الصفقة يهيأ لها قلنا سيدي إذا كان عندكم أي عرض ولا شي حاجة نحتكموا المسؤوليات من شماش تيقول أنا غادي من شماش تيقول أنا غادي يعلنها مرارا واحد الوقت قال لح لوراق وزلت في حالته تيقول أنا غادي إذا نحن تقول لهم يتهيئ المؤتمر على أسس صحيحة بكامل الحرية بدون ضغط بدون هذا ولكن يجيون ناس يقول لهم لا نحن كنا ندعوه هنا باسم كذا وكذا باسم هادي وهادي هذه الاستقواء ما فهموش بأنه رداز عليه الوقت إلا كان شي نار صحيح أنا لما كان كل شيء كي قبل هذا شيء كنت أنا نقول هذا شيء ما كانش صحيح أنا دائما أمنت بأنه وهم اللي كي يجيوا الباموت يقولوا أنا كنا ندعو باسم فلان ولا فلان هذو كلهم كانوا كي يهموا الناس ويكذبوا عليهم فلهذا بنشماش الفهم القضية قال شي واحد قال له هذا الكديم انتهى احنا في حزب سياسي حاداتي تحتك من القوانين والمؤسسة دياله إلا شفتي ديك الفيديو ديال ما سميه باللجنة التحضيرية إلا شفتي اللي شفتها الجنة الخلقية أنا أروني جزء منها إلا شفتها هذي تقول شكو اللي عنده الأغلبية وشكو اللي عنده الأقلية لأنه الناس دخلوا ورام صورين وعند اللجنات الخلقية هذا الموقف او الصورة ديال الحزب اللي هي حاليين واللي هي تغديب كم تقولوا لالينيا ديال سي بن شماش لا ما كانش لين ديال سي بن شماش الحالية والتي تدافع عليها هو تيقول خصنا نمشيه للمؤتمر باحترام المؤسسات بتقوية المؤسسات بالرجوع الى الشرعية الحقيقية في الحزب أنا كنقول بأنه النقاش مغشوش من الأساس بعض المرات كلام الحق يرادوا به باطل صورة هذا بأنه صراع الإجياد لأنه الشباب ضد الشيوخ بينما حتى شي واحد من هذا الشيوخ اللي داره المبادرة المسئولية ما عبر على أنه بغي يكون عنده طموح بشي يكون آمين عام ولا شعج التوعد غير مطروحة فإذا نقاش مغلوط واحد العداد ديال الإخوان مشاوه مع هاد النقاش المغلوط لأنه مو غري في الضاير دياله الشباب كونترا هذا وذاك شي نقول الشباب وبالفعل الشباب اجتمعوا في الضرب بدأوا يطردوهم الشباب اجتمعوا ذاك النارات في الرباط هذه جملة ديال الطرد وذي كلها لأنه كان خروقات لأنه الناس أصلوا للتسيوب يخرقوا القانون كان الناس اللي يقول أي حاجة بغاو يديروها شوف كان نجوج للممارسة كان الناس اللي تربعوا على تقافان قلابية وما تتخلصوش منها تيقول غير نفوز بك والله يرحم نجل الجو كما تيقولون المغاربة بالدارجة غير نفوز بك هذه التقافة الانقلابية كانها عند شي وحديد تيقول السياسة كذك تدر بالخدعة ونقلب عليك ونجوز ونغوط كتر منك نقول لنا عندي الأغلبية كيف هي الرسالة ديالنا؟ الرسالة ديالنا هو شي اللي يدير البام يجب أن يستمر فيه يجب أن يستمر في التخليق في تنقيات الصفوف دياله وفي التخليق ديال العمل دياله لأنه التحدي اللي علينا كاملين كلنا كأحزاب سياسية هي كيفاش نعاودون استرجعوا التقاط المواطنين ما ننساوش باللي هدي عامين من بعد الأحداث الحسيمة في أول جديك الأحداث خطاب ديال جلالة الملك فايد العرش قال بأنه تجال طبقة السياسية وقال له مغاربة رامب خوش يتقوا فيكم واحد العدد منكم وحتى أنا دخل رأسه التهوة على سلطة في البلاد قال حتى أنا ما كان تقش طيب طبعا قال كان عارف كأن الناس شرفاء وكأن الناس مخلصين وكايم ولكن التيقة ديالنا المغاربة ديال في المنظومة الحزبية ومشيغل في المغرب رفح العدد ديال دول التيقة للناس غدا وكتضعف لماذا؟ لأن الناس الآن في المغرب إن كنا نرتكب منها واحد الخطاء ما قررناش الناس بزاف تتظنوا أن كين أمال باش يرجع ترجع المياه إلى مجاريها؟ أنا متفائل جدا أنه لقلت لك البام غادي في الطريق الصحيح البام ولا واحد لا واحد طبعا ما يمكن ما غادي مشيوا لابد الجناة الإدارية وغايمشيوا يديروا اللي بغاو أنا تانا قولك في إطار الشرعية والقواني اللي كان هنا البام غادي يخرج أقوى وكل شي عنده فيه بلاستو كلهم الناس عندهم بلاي يصوموا تيمكن الناس يخطؤوا تيمكن الناس يمشيوا بعيد ولكن لما يلقاوش طريق ما كتخرش الدكاء هو تعرف بأنه ما تبداش تضروا راسك مع الحيط ترجع الطريق اللي كتخرج والبام في هذه العملية التخليق ما شي طرف بز منه ما إلى ما تدخلش في هذه العملية ديال تطغير والتخليق الصفوف دياله وما يمكن لها تكون تتكون بجوج حاجات كتكون إما بالاستبداد والضغط أولا بالاحتكام للقوانين الاحتكام للقوانين والمحاكم إلى آخره من المحاكم الداخلية الحزبية إلى المحاكم الوطنية هل تضقوا على بابكم؟ ما أنا؟ أنا ما عنديش بابك أنا ماشي طرف من الأخرين ماشي إنتا أمناء السابقين والمؤسسين واحد اللي دوا علينا هو واحد منهم فهذا كنت ندوا الصحفية رأى كنت حضر فيه يمكن قال لي هم إحنا ما إحنا لحكماء ولا زفت ولا شي حاجات هذاك شغلوه يعني إذاك شي أنا ما كندويش عليه إحنا يا ماشي دخط ما قادشين في ديورنا إحنا كيهمنا المصير دي أنا كمناضلين مغاربة ساهمنا بقسط يسير في واحد المجهود الجماعي اللي قررت بلدنا باش تمشي لي بطريقة إرادية باش نبنيوا مجتمع ديمقراطي حداتي في أحزاب حقيقية وفي مناضلين حقيقيين الناس اللي تيتغنوا من السياسة وهو ما سبب العزوف وسبب التنفير المواطنين من هذا الشي هادوك الناس تيخص المجموع المنظومة الحزبية كلها تنظم راسها باش تنظف الصفوف ديالها من هاجي وغادي نقول لك واحد كلمة ديشرة ماشي غريب اللي كيعرفش شو هي التاريخ راتي يشوف بأنه جميع الأنظمة اللي حاولت باش تنتقل الديمقراطية مفروض عليها في واحدة برحالة كتفسح فراغات وهذيك الفراغات إنها يلي كيدخل فيها في الأول ماشي قوة الخير قوة الشرية اللي كتصرب لها لهذا بعض المجتمعات دخلات كانت بغاية تبني ديمقراطية والقاطرسها في الفاشيستية والقاطرسها في حكم المافيات والقاطرسها في واحدة وإذا كيخ تكون عندنا الدكاء بس نشستفدوا من تجاريب الآخرين وإلا بغينا نستقوه على بعضياتنا نستقوها بالقانون وإلا بغينا نتصارعوا بالأفكار وبالبرامج وكان ضن في المرحلة المقبلة أنا غادي نقولها لك الحزب قرر باش يخصدوا هاد المرحلة ديال اللي ما عنده راكين الطرق ديال 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 الركور كما تيقولوا يديرها ولكن الحزب من الأسبوع المقبلة غادي نكب على فتح الحوار واسع حول العرض السياسي الجديد ديال حزب العصارة والمعصارة اللي غادي يمشي به الجهات وغادي توجه به المواطنين وغادي توجه به الفاعلين السياسي الآخرين باش عادي كساعة ماشي على ضوصها فقط في الظلام ما بينجرد الناس ولكن على ضوء محاولة بناء واحد الجبهة وطنية اللي محتاجة لها بلادنا أمام التحديات المحيطة بنا واللي قريبة واللي كتدقها لأبواب ديالنا تيخصنا نزيد ونستمروا في ما هو قوي بالنسبة لبلادنا لأن احنا عندنا رصيد عندنا الشرعية فيما يخص الاسس ديال النظام ديالنا وتيخص تكون عندنا الشرعية تمنع عليها الاسس ديال جميع الاجهزة ديالنا في جميع المستويات